الخبر الأول اللي عدنا عن نارين بيوتي وافتتاحها القناة الجديدة اللي كانت بأنوان نارين جيميك واللي راح يكون محتواها ألعاب وطبعاً نارين نزلت أول مقطع على القناة باليوتيوب راح تقوم الرابط بالوصف روح وشوفوا هذا المقطع وبعد تكتبونا بالكمنتاج شاركوا بالفكرة اللي سويتها نارين بيوتي هل هي حلوة وطبعاً الله يوفقها يا رب وإن شاء الله تنجح الخبر الثالث عدنا على المفاجأة اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هي هي هيليا تيفي فحينا نزلت على حسابة بالإنستجرام شوية استوريات وبهذه الاستوريات كانت كاتبة بيها مال قادم وشانت حطها بالكاميرا من الواضح لن تصور فيديو اليوتيوب وبعد بالاستوريات كانت من داخل المونتاج تألم من خلال أنه راح تنزل لنا مقطع يوتيوب وهذا يعني أنه هيليا رجعت لليوتيوب فالحمد الله وكتبوناها حباً بالكمنتاج وانتم تحمسين لهذه المفاجأات حتى جهزة هيليا أمال اليوتيوبر ثالي عدد فأول طارق الباشو مملكة القصص والتحدي اللي سوينا واللي هو أن نسوي اغنية راب 30 دقيقة بس فطارق في النزل المقطع حطوكم رابط مطلة بالوصف وروح شوفوا المقطع وشوفوا الاغنية اللي سويناها اللي نوعاً ما دعسنا بها هوايا ناس رابطوكم رابط بالوصف وروح اسمعوا الاغنية وبعد تكتبونا بالكومنتاج شو نتقيبكم الاغنية وهل هي عجبتكم أو لا الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم ريدر على ياسو واتهام ياسو انه هي خاينة طبعاً ما ارى شو اللي صاير انه ياسو ريدر حالياً متمسكنين وبعض مديهة شونية بعض فياسو راح سوت شي نوعاً ما غريب نوعاً ما عيب والهي انه تراس الواحد من اصدقاء ريدر القديمين اللي هو طالب ايا ريدر في فيديوهات تقريباً هو صديقة من خمس سنين ومن الواضح انه ريدر عصب من هذا الموضوع قررنا ننزع على سبب الانستجرام شوية استوريات وهذا الاستوريات يقول بها انه الخاين يضي الخاين حتى له حطين شكروية ليمون ولي يقصد ياسو الخاينة او يقصد صديق الخاين وصراحة ان شي سوت ياسو يعتبر غلط فاكتبونا احباه بالكومنتاج شو لكم اللي سوت ياسو هل تعتبرو غلط او لا الخبر الرابع اللي عدنا على المتابعين وكشوفهم لحقيقة انس واصالة واخفوهم الاسم انس الشاي من الكومنتات اللي عادهم او مليسا عن السبب فمثل ما تعرفون قناة انس واصالة نوعا ما قناة الاطفال وقناة عائلية وانس شاي متل ما تعرفون ان هو جاي ونوعا مع التصرفات غريبة ويستبوا هوايا يخفو اسمه هذا السبب و عو ونسميه الدليل الان اضخل على اخماطل ونزل بعيتها او ظهر و نمتبا اسم انس الشاي بعد يروح لكمية لحظة ثولا عمود رفق لاشخاص الااشخاص اللي غوراء انه مرفض مزيل نرحنا غير لحساب عموشوف ان التهليق لحي يطلع للناس او لا بقع ينر حساب ونزلنا بعيتها في التهليقات ونحن الكمية لحظة ثولا مظاهر ونوي تهليقات لاشخاص ثانيا ظاهر فاكتبوني احباب بالكومنتاج شاركوا بذلك الخبر وبحركة اغفاء من الاسم انا الشاي بملكومنتات اللي عادتهم وشان توقعون السبب بالضبط الخبر الخامس اللي عادنا عن انجازات اليوتيوبر فهو اليوتيوبر اللي عادنا والي هو ابو فلي وصلوا قناة باليوتيوب ل 15 مليون متابع في ان شاء الله الف مبروك وعقبال العشرين مليون يا رب وطبعا لا تنسوني يا حباي بالتباركولها بالكومنتات اوما بالاسباح مدوروب فوصل قناة تقريبا الى 3 مليون 500 متابع ان شاء الله يتمبروكوا اقبال 10 مليون يا رب وطبعا لا تنسوني يا حباي بالنسبار كلهم هذول اثنين على انجازات اللي يتووها وبس ان هنا وصلنا الى مقطعات من الوقت اجابكم لسحطوا لاك سيكروب قناة ولكو فيزة يمقات من متل القصص وبس مع السلام